نتكلم عن هذه العلاقات المهمة إذا تحدثنا أو إذا ذكرت مصر والسعودية فنحن نتحدث عن الأسس الثابتة التي يستند عليها ربما جميع الوطن العربي نتحدث عن علاقات قوية جدا في مختلف المستويات السياسية الاقتصادية اجتماعيا وعسكريا أيضا وهذا نشاهده باستمرار كيف تبعتم هذه الزيارة لولية العهد محمد بن سلمان للقاهرة وأهم ما جاء فيها برأيك جميل كما أوضحت حضرتك في هذه المقدمة المهمة فعلا يعني العلاقات التي تربط ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورة مصر العربية يعني علاقات ثابتة علاقات استراتيجية علاقات تاريخية تليدة يعني تقف على أرضية واحدة مشتركة صلبة تتمثل في التاريخ الواحد والمصير المشترك والمستقبل المشترك والتحديات التي تجاب هذه المنطقة العربية وضرورة تصدي المملكة العربية السعودية جمهورة مصر العربية لهذه التهديدات هما دولتان في جسد واحد أتصور أنه جسد عربي واحد وهم يعني يشكلان رمانة الميزان لمجابات هذه التحديات الكبيرة والتي يعني تهزز أركان وركائز ومقومات الدولة الوطنية في فترات سابقة كنا نتحدث عن وحدة عربية نتحدث عن التضامن العربي نتحدث عن هذه الآمال الكبار والآمال العريضة ولكن للأسف الشديد قبل أن يتحقق وقبل الحديث وقبل أن نولي وجوهنا قبل هذه الآمال الكبار لابد أن نتأكد في البداية من وحدة سلامة الدولة العضو إذن باتت الأخطار تهدد كيان الدولة الوطنية الواحدة الدولة العضو لذلك كان لابد من هذا التمطرس وهذه الوحدة والحفاظ على سلامة وبنيان الدولة الوطنية بمؤسساتها المختلفة ووحدة سلامة أرض الدولة الواحدة ولذلك كانت هذه العلاقة وهذا المحور الاستراتيجي المهم والكبير يعني بتلعب العلاقة السعودية المصرية لمجابهة الخطر الإيراني والتوغل الإيراني داخل العواصم الأربع وهذه التهديدات الإيرانية التي تهدد المنطقة العربية بكل دولها بدعمها لهذه الميليشيات المتعددة في معظم العواصم العربية الأربع أيضا لمجابهة تحديات أخرى تتمثل في إرهاب أسود يعني يهدد ويزعزع على الاستقرار في المنطقة بشكل عام